اهلا بكم الى نشرة الاخبار عبر منصات سودانيا 24 قال حاكم اقليم دارفور مني اركو منناوي ان ماليشيا الدعم السريع اتبعت سياسة الارض المحروقة في الفاشر بدءا بالقصف العشوائي والمتعمد على مواقع المواطنين وإحراق المؤسسات واكد ان القوة المشتركة استبسلت ومعها الاجهزة النظامية في دحر هجوم التمرد على الفاشر وتدمير عدد من عرباتهم القتالية واجبرتهم على التقهقر بعيدا عن المدينة واضاف بهذا تم استرداد مواقع حيوية اولها الكهرباء التي دخلوها وخربوها جزئيا هؤلاء لا يريدون الدولة انما هم هوة الفوضة والدمار والانتهاكات الى ذلك قالت قوات الدعم السريع المتمردة انها تصدت لهجوم غادر من الجيش والحركات على مواقع قواتها في الفاشر عبر ثلاثة محاور ما ادى الى وقوعي صابات وسط المدنيين في الاحياء السكنية ومعسكرات النازحين وفرار الالاف الى خارج المدينة واشرت الى انها تمسكت منذ بدء الحرب باتفاق وقف اطلاق النار مع الحركات المسلحة قبل انحياز البعض الى الجيش واستجابت قيادة الدعم السريع لنداءة الادارة الاهلية واعيان المنطقة والمنظمات المحلية والدولية حفاظا على ارواح المدنيين ومارست اقصى درجات ضبط النفس حيث صدت اثنين وعشرين هجوما عليها خلال الايام الماضية كشفت مصادر مطلعة عن حزمة من الكرارات الرادعة والاجراءات الصارمة يتوقع صدورها لملاحكة وحظر حسابات تجار العملة والشركات والافراد المتعاملين معهم واصحاب الحسابات المشبوهة والمرتبطة بماليشيا الدعم السريع وشركات متهربة من تسديد الضرائب وتوريد حصائل الصادر فضلا عن ضوابط جديدة للاستيرادة وقالت ان الكرارات المتوقعة تأتي بامر من بنك السودان المركزي وبالتنسيق مع الشرطة والنيابة وادارة الامن الاقتصادي في جهاز المخابرات العامة سعيا للحد من تراجع قيمة الجنيه وتشمل الضوابط حظرا للسلع الكمالية وشروطا جديدة لاستيراد البترول على وتنع على قرارات موازية تستهدف تشجيع الصادر وتنشيط الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ابراهيم جابر نطمئن الشعب بان النصر بات قريبا جدا وسننتصر عسكريا واقتصاديا واجتماعيا ودشن جابر اجهزة فحص وختم المصوغات والمعادن النفيسة والاحجار الكريمة التي جلبتها الهيئة السودانية للمواصفات والمكاييس واكد ان الحكومة بدأت منذ بداية الحرب في ترميم المؤسسات الاقتصادية للشعب السوداني واضاف نبشر مصدري الذهب ورجال الاعمال ونقول لهم ابشروا سيأتي خير كثير وقد تحققت الغاية بعد توريد هذه الاجهزة المتقدمة واعتبر ان المواصفات هي خط الدفاع عن المستهلك ودورها كبير في دفع عجلة الاقتصاد وتمثل الاجهزة الجديدة منظومة فنية متكاملة تشمل 16 جهاز ليزر ومعملين لفحص الاحجار الكريمة والمعادن النفيسة ذات تقنية المانية متطورة سيتم توزيعها على فروع الهيئة بالبحر الاحمر وكسلة ونهر النيل والشمالية قال وزير التجارة والتموين الفاتح عبدالله يوسف ان اتباع الوزارة لسياسات تحكم عمليات الصادر والوارد بجانب اتخاذ اجراءات صارمة ادت الى زيادة نسبة الارادات بما يفوق 600% من الارادات وذلك خلال الفترة من فبراير العام المنصرم وحتى نهاية ابريل من العام الحالي واكد الحرص على متابعة الضوابط والسياسات عن طريق لجنة ضبط الصادر والوارد فضلا عن ترشيد الاستيراد لصالح السلع الاستراتيجية وقال الوزير ان من يمارس الاستيراد التجاري يجب ان يكون مقيدا بسجل المصدرين والمستوردين وان يكون حاصلا على شهادة قيد سارية المفعول كشفت وزارة صحة بولاية القضارف شرقي السودان عن اصابة اكثر من 4000 شخص ووفاة 93 اخرين بمرض الكالازار منذ العام الماضي واكدت ان المرض يتفشى في سبع محليات بالولاية بسبب انتشار الناقل وانعدام عمليات المكافحة خلال السنوات الخمس الماضية وكان وزير صحة المكلف بولاية القضارف احمد الامين ادم بحسب سودان تريبيون ان حالات الاصابة والوفيات بالقضارف بلغت حتى نهاية العام الماضي 30000 حالات منها 64 حالة وفاة ابدأ قوى سياسية في السودان رفضها وتحفظاتها على التعديلات الجديدة على قانون المخابرات العامة التي اقرتها السلطات مؤخرا ونشرت في الجريدة الرسمية لوزارة العدل حيث منحت التعديلات رجال المخابرات صلاحيات من بينها الاعتقال التحفظي وكان تحالف قوى التغيير الجذري الذي يضم قوى سياسية ومدنية على رأسها الحزب الشيوعي السوداني ان اعادة شرعانة الجهاز الامن تتويج لمسار استعادة حكم الاسلاميين الديكتاتوري واشار الى ان من يسمون انفسهم مجلس سيادة ومن خلفهم مجلس الوزراء انما هو مجلس انكلاب سلطته غير معترف بها الا ذلك شكل التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بزعامة مبارك اردول لجنة لدراسة التعديلات وقال ان اللجنة ستنظر فيما اذا احتوى القانون على سلطات للامن السياسي الذي كان تاريخه سيئا في فترة النظام السابق وكذلك الاستبداد الذي تم في عهد لجنة ازالة التمكين اتهم حزب المؤتمر السوداني ولاية الجزيرة لاستخبارات العسكرية التابعة للجيش باغتيال رئيس الحزب بمنطقة القرشي صلاح الدين الطيب بعد اعتقاله من منزله معصوب العينين ومقيد اليدين ورميه في عربة بوكس امام اسرته بصورة مهينة وقال انه صبيحة التاسع من ماي الجاري استدعى ضباط الجيش شقيق الفقيد حيث اخبروه انه تعرض للسع عقرب وبعض الحشرات بالمعتقل مما ادى الى وفاته وان الذين كانوا يحتجزونه اخطأوا حيث قاموا بدفنه في العراء واكد بانه تم نفش القبر بواسطة وكيل النيابة والطبيب الشرعي الذي اكد ان الوفاة حدثت نتيجة تعرض القتيل الى التعذيب نهاية نشرة الاخبار قدمناها لكم عبر منصات سوداني 24 تحياتي وفريق العمل الى لقاء